يترقب العالم توجه ملايين الأمريكيين إلى سناديق الاقتراع لحسم سباق محموم بين الجمهور دونالد ترامب وغريمه الديمقراطي جو بايدن وسط أزمات كثيرة تمر بها منطقة الشرق الأوسط تحديدا السياسة الأمريكية بصورة عامة يعني الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لن تتغير كثيرا بتغير الرؤساء وخصوصا في منطقة القيادة العربية وبالذات في العراق باحتبار العراق موقع استراتيجي وبالتالي وجود مصادر الطاقة في هذه المنطقة إذن تواجه القوات الأمريكية أعتقد ستبقى في هذا الحال سواء جاء السيد بايدن أو جاء السيد ترامب يبقى سيد ترامب لم تتغير سياسة الأمريكية تجاه العراق لأن العراق هو يعني واجهة أنظارهم وهم ينظرون إلى العراق أنه هو ممكن أن يستفيدوا منه في كل الأحوال ومن وجهة نظر أمريكية أن العراق واحدا من أهم الأسس التي تقوم عليها مراحل السباق الأمريكي نحو البيت الأبيض وعلى الرغم من ذلك فإن الاستراتيجيات الأمريكية ثابتة لتالإدارة الأمريكية لا سيما في العلاقات الخارجية استراتيجية الأمريكية لا تعتمد على الشخص لأن مثل ما نعرف أنه سياسة الأمريكية ترسمها مراكز البحوث والكونغرس الأمريكي ولكن قد يكون هناك اختلاف التكتيك وما بين الجمهورين والديمقراطيين على مر العصور نعرف جيدا بأنه الجمهوريين دائما يميلون إلى لغة الحرب إلى لغة العنف وتهميش الآخر بينما الديمقراطيين هم أكثر دبلوماسية لأنهم يؤمنون بالحوار السياسي ومع كل انتخابات تجري داخل الولايات المتحدة يجري الحديث عن العراق بوصفه نتاج الفوضى الخلاقة التي اتخذتها أمريكا سياسة خارجية لها كل ذلك لا يهم المواطن العراقي البسيط لكن ما يشكل دائرة اهتمامه هو التأثير المباشر لهذه الانتخابات على الواقع العراقي